موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتداعي درسنا اليوم يونت 8 لسن 1 اليونت الثامن الدرس الأول عنوان الدرس test your partner اختبر زميلك موجودة في صفحة 106 من كتاب الطالب صفحة 104 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسمي الأستاذ طاحسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتداعي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاحسين ودرس اللغة الإنجليزية لذلك تقدرون أنتم تقوموا خلال هذا المعرف بصفحة 106 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة test your partner اختبر زميلك وبصفحة مكتوب provision نحن نعرف أن اليونت الرابع واليونت الثامن من كل منهج من مناهج اللغة الإنجليزية لجميع الصفوف هي وحدات للمراجعة اليونت الثامن عادة ما يكون يونت مراجعة وكذلك اليونت الرابع يكون يونت مراجعة لذلك ببعض الأمور المهمة جدا وبعضها أنشطة صفية وغير مهمة بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي مثلا هذا النشاط يقول لي ask your partner the questions اسأل زميلك هذه الأسئلة بعض هذه الأسئلة مهمة تجينا بالامتحان التحريري أو يسألها الأستاذ بداخل الصفكة تحضير يومي أو يسألها بالامتحان الشفوي لذلك أحاول أقرأ هذه الأسئلة قبل ما أروح لامتحان نهاية السنة لأنها أسئلة مهمة جدا راح ألاحظ من خلال حل هذه الأسئلة أنها أسئلة ومراجعة شاملة للكتاب كله فمثلا number one do not talk loudly in the class طبعا هنا كان فراغ هو حالة لا تتحدث فراغ في الصف شنو الكلمة المناسبة للفراغ هو واضع loudly بصوت عالي number two what is the order ما هو الترتيب الصحيح لهذه الجملة منطيني جملة مباثرة لازم أرتبها is homework yousef doing his فمنطيني فراغ أحل بهذه الجملة فأنا راح أحلها هنا لأن الفراغ ما يكفي شنو الترتيب الصحيح للجملة بما عندنا جملة استفهامية راح أفدي بالفعل مساعد فأقول is yousef doing his homework هل يعمل يوسف واجب البيتي number three we are going to have a for a waterfull lo scarf lo picnic lo project شنو الكلمة المناسبة للفراغ حسب شنو حسب الفعل الفعل هو have have معناها يحظى يحظى بشنو يحظى بشلال غير مناسب scarf وشاح كذلك غير مناسب بيكنيك نزه نحظى بيكنيك نزه نعم هذا اكثر خيار مناسب فأوضع بيكنيك بعدها يقولي we are going to wear فراغ سوف نرتدي فراغ اللي يرتدي شنو الاسم المناسب لها waterfall يرتدي شلال غير مناسبة scarf وشاح نعم هذا اكثر خيار مناسب فاكتب هنانا بيكنيك وهنانا scarf فاكتب هنانا بهاي الطريقة فيكنيك وسكارف number four play low played هاي الجملة شي ناسبها من طين اختيارين yesterday I فراغ with my friends انا فراغ مع اصدقائي العب لو لعبتو شنو الفعل المناسب لجملة لكرنا بدروس سابقة بوحدات سابقة انو اذا الجملة بيها yesterday البارحة فأوضع الفعل اللي يحمل ايدي الفعل الماضي فأقول played لعب وليس ألعب البارحة لعبتو مع اصدقائي جملة بزمن الماضي بقول played number five what day was it yesterday ماذا كان يوم البارحة يا يوم من الايام فهنانا التنميذ مخير انه يكتب اليوم اللي يريده لان باعتبار الايام متغيرة يا يوم حل هذا التمرين فيشوف البارحة كان يا يوم ويكتبه فاني مثلا انجليت sunday number six what do you need for the english challenge ما الذي تحتاجه لتحدي اللغة الانجليزية ذكرناها بدروس سابقة انو نحتاج في تحدي اللغة الانجليزية الى picture dictionary قاموا الصور pencil rubber قلم رصاص ومساحة number seven have you got any crayons هل لديك اي اقلام تلوين كذلك ذكرنا بدروس سابقة انو have you got الاجابة عنها تكون اما yes i have او no i haven't فمثلا اقول yes i have number eight you must يجب عليك ان شنو الاختيار المناسب clean your teeth تنظف اسنانك هذا مناسب فاخلي you must clean your teeth وبعد يقول you mustn't عليك ان لا شنو الاختيار المناسب shout in the class عليك ان لا تصرق في الصف نعم هذا خيار مناسب او you must pray يجب ان تصلي هذا هم كذلك خيار مناسب التنميذ مخير انه يكتب الخيار اللي يريده مثلا يقول you must clean your teeth and you mustn't shout in the class هذا ما يخص النشاط الاول النشاط الثاني number one sit quietly in the class اجلس بهدوء في الصف sit فراغ in the class اجلس فراغ في الصف هو حالياها كاتب ل quietly بهدوء اجلس بهدوء في الصف number two what is the order ما هو الترتيب الصحيح لهذه الجملة is picture نادية drawing a فكذلك مما عنا جملة استفعامية ابدأ ب is is نادية drawing a picture هل تقوم نادية برسم الصور او الصورة number three we are going to see a فراغ سوف نقوم برؤية فراغ شنال الكلمة المناسبة للفراغ كذلك تعتمد على الفراغ يرى waterfall الشلال نعم سوف نرى الشلال على خيار مناسب we are going to do a سوف نقوم بعمل فراغ شنال الكلمة المناسبة للفراغ project سوف نقوم بعمل project اذا waterfall project فأوضع waterfall number four نخيرني بين do did did فعلة بالماضي yesterday البارحة i فراغ my my homework i don't do and i do نمبر 5 أي الأيام هو يوم الغد باتر شو من أيام بما أنه قبل قليل وضعنا سندي البارحة يعني اليوم مندي وباتر تيوزدي فأكتب تيوزدي نمبر 6 سادسا ما الذي تحتاج لتحدي الرياضة نحتاج لتيشيرت ترينرز وسمول بول تيشيرت وحذية رياضية وكرة صغيرة نمبر 7 هل لديك أي معجنات كذلك نحن نعرف نجاب على هذا السؤال قبل قليل وضعنا الآن خلنوضع نمبر 8 شنو الكلمة المناسبة للفراغ يجب عليك أن تدفع في الزحليقة أكيد لا هذا ما يصير قانون غير مناسب أن تكون جيد مع أصدقائك عليك أن تكون جيد مع أصدقائك نعم من الممكن أن نخلي هذه listen to your teacher عليك أن تستمع إلى مدرسك هم كذلك مناسبة talk in a test تتحدث في الصف عليك أن تتحدث في الصف غير مناسبة إذن أخلي الخيار الثاني أو الثالث وبعدها شي يقول لي يقول لي مصنت عليك أن لا شنو الخيار المناسب عليك أن لا تدفع فيها الزحليقة أو تتحدث فيها الامتحان فالخيار الأول والأخير مناسبات للمصنت والخيار الثاني والثالث مناسبات للمصت فأوضع جوابي حسب ما يريد من عني بعدهم يقول لي listen and check استمع وتفقد one point نقطة واحدة how many points did your partner get كم عاد النقاط التي حصل عليها زميلك طبعا هنا هي عبارة عن لعبة بداخل الصف يتم لعبها من خلال عنوان الدرس test your partner اختبر زميلك هذه الأسئلة كل طالب يسأل بصفة الأسئلة المتعلقة بي والتلميذ الآخر يسأل التلميذ الأول الأسئلة المتعلقة بي إذا لاحظتم أن هنا pupil A الطالب رقم واحد أو الطالب الأول يسأل الأسئلة مالتا للطالب الآخر أو التلميذ الآخر وبعدين التلميذ الآخر يسأل الأسئلة الماتة للتلميذ الأول إذن هو عبارة عن نشاط يتم لعبها بداخل الصف كل تلميذ يسأل التلميذ الآخر لأسئلة المتعلقة بي نحن عرفنا الأسئلة عرفنا نحلها وعرفنا شون هي عبارة عن أسئلة مراجعة وقلنا من الممكن أن تجن بالامتحان التحريري نقطة ونقطة من أدهن أو بالامتحان الشفوي أو يسأل تستهد داخل الصف كتحضير يومي ننتقل لكتاب النشاط استمع قل أو ردد واكتب أسماء الأشهر طبعا الأسماء الأشهر منطينيها ناقصة وأكملها بالحروف اللي منطينيها هنا بأعلى التمرين فمثلا الشهر الأول إحنا حافظين إملاع الأشهر ذكرناها بدروس سابقة في وحدات سابقة أنه الأشهر يجب أن أحفظها إملاعا فإحنا حافظين إملاع الأشهر فهذا الشهر الأول شنسمي؟ سمي جنواري شن حروف ناقصة؟ الأي والأن فأقول جنواري أين وأن فبروري شن الحروف الناقصة؟ الأر واليو فأقوم الفبروري مارج شن الحروف ناقصة؟ الس ي might أبرل يا أيبرول، إنه هو الشهر الرابع، شن الحرف الناقصة؟ الكثير الأر والآي أيبريل ميا الحرف الناقصة هو حرف الأم الجون حرف الناقصة هو حرف اليو الحرف الناقص هو الحرف الناقص هو حرف الاس هذا ما يخص على النشاط يريد يراجع لي املاء الأشهر اللي حفظناها بوحدات سابقة واذا تذكرون انطيتكم وياها الملاحظة هو انه املاء الأشهر يكتب الحرف الاول منها كبيرا اينما وجدت في الجملة ليش تذكرت لهذه الملاحظة لأنه بالتمرين القادم يقول لي write the punctuation in the sentences اكتب تنقيط هذه الجملة او اكتب هذه الجملة بالتنقيط منطيني الجملة ويقول لي عيد كتابتها بالتنقيط شنو التنقيط احنا وضحناها بدروس سابقة انه شوك توضع الحرف الاول الكبير شوك توضع نقطة الى اخره اولا بداية اول حرف من الجملة دائما كبير فشوفي نانا لما اردعيت صياقة الجملة او اعيد كتابة الجملة خاف يجيكم سؤال بامتحان نهاية السنة يقول لي اعيد كتابة الجملة لازم اكتب الجملة بشكل صحيح مثلا نانا الجملة منطينيها او ينطينيها بالامتحان النهائي فلما اعيد كتابتها اعيد كتابتها باستخدام الحروف الكبيرة مو كل مكان مو كل جملة اضاحة بالحروف الكبيرة وانما فقط هذين الملاحظات اللي راح اذكرهن اولا الحرف الاول الكبير هذا الحرف الاول سوا كبير الو هنانا صغير وهنانا سوا كبير ما لقيت لا اسم علم او اسم شخص ولا اسم شهر ولا اسم ايوم من ايام الاسبوع اذا ما كو فد كلمة ثانية اوضع الحرف الاول منها كبير بالاخير اخي لنقطة له علامة استفهام بما انه بدأت وين وين معناها متى اداة استفهام فبالاخير اوضع علامة استفهام فهو وضع علامة استفهام هيتشي اضمن الدرجة الكاملة من خلال سؤال التنقيط والمتحان النهائي نومبر 2 اي ميلادي في شهر نوفمبر اجي اناقط الجملة اشكرتها قبل دقيقة الحرف الاول من الجملة يكتب كبير فالم لما انا كتبه اكتبه كبير بعد اكو كلمة ثانية اوضع الحرف الاول منها كبير نعم كلمة نوفمبر نوفمبر اللي هي شهر من اشهر السنة الان كاتبه بالحرف الصغير فانا لازم اوضعه بالحرف الكبير اذا الام والان اسموه الكبيرات بالاخير اخلي نقطة العلامة استفهم اشوف بداية الجملة اذا تسأل لا بداية تفعل مساعد لا اذا اخلي نقطة فاقول ماي بيرث دي is in نوفمبر واخلي بالاخير نقطة اشوف وضعت الان كبير والان كبير والن كبير والن كبير في نهاية الجملة نومبر ثري ماي سيسترز بيرث دي is on 4th february ايد ميلاد اختي في الرابع من شهر فبرواري كذلك الحرف الاول من الجملة كبير هذا الام كبير بعد اسم شهر من اشهر السنة اللي هو فبرواري اخليه كبير والاخير اخلي نقطة ماي سيسترز بيرث دي is on 4th february والاخير وضعت نقطة نومبر فور ان اراك مارش اس ريني مانث في العراق الشهر هو شهر ممطر فشن التنقض الصحيح للجملة الحرف الاول من الجملة كبير هذا الايه اسوي كبير بعد اراك اسم بلد اوضع الحرف الاول منه كبير هو وضعه بحرف صغير اذا هذا حرف من الى حد الان مارش شهر من اشهر السنة حرف الام اوضع كبير بعد بالاخير اوضع نقطة فقول ان اراك مارش اس ريني مانث الان و اراك و مارش والاخير اوضعت نقطة نومبر فايف الان و اراك الان و اراك الاشهر الحارة هي شهري جولاي و اوغسط فالحرف الاول حرف الت اوضع كبير اشهر السنة جولاي اجي اوضع كبير والأي اوضع كبير والاخير اوضع نقطة اقول الان و اراك نومبر سيكس وين اس دي اوبن داي متى هو اليوم المهتوح فهنا هنا كذلك الحرف الاول كبير اللي هو ال W وبعد ما لقيت لا اسم شهر ولا اسم شخص ولا اسم دولة ولا اسم يوم من اليوم من اسبوع بالاخير اضع اما نقطة و علامة استفام بدت بادات سؤال اخذ علامة استفام فاقول وين اس دي اوبن داي نومبر سيبن انه في شهر ابريل فشنو تنقيد الصحيح للجملة الحرف الاول كبير وحرف الاي من كلمة ابريل لانها شهر من اشهر السنة وبالاخير اوضع نقطة فاقول it's in April بعض التلاميذ يقول استاذ ليش ما تكتب لنا الملاحظات الملاحظات راح ارددها شفاويا تقدرون تكتبوها اولا الحرف الاول من الجملة يكتب كبيرا ثانيا اسماء الاشهر احنا ذكرناها هنبدو السابقة ان الاسماء الاشهر تكتب الحرف الاول منها كبير اسماء ايام الاسبوع واسماء الاشخاص واسماء البلدان توضع بالحرف الكبير اما بالنسبة للنقطة والعلامة الاستفهام فاذا بدأت بأذات سؤال او فعل مساعد اخلي بنهاية الجملة علامة الاستفهام واذا بدأت بأي كلمة على الفعل المساعد او ذات استفهام فاوضع بالاخير نقطة هذا ما يخص هذا النشاط هو نشاط لتطوير الخط والتنقيط يجينا بالسؤال الاخير بالامتحان التحريري او امتحان اخير السنة احاول احفظ ان الجملة شون نقطتهم بحسب الملاحظات اللي قدتكم يا هل بنهاية التمرين واتدرب على كتابتهم لان مطلوب ان اكتبهم بخط جميل وبتنقيط صحيح في امتحان اخير السنة ننتقل للنشاط الاخر write and tick اكتب وضع صح or cross او خطأ الفيل اطول من الزرافة اللي جاب الصح لخطأ يعني نعرف ان الفيل هو اضخم من ناحية الوزن وليس من ناحية الطول الزرافة اطول باكتب خطأ number two the river tigers is the longest river in Iraq نهر دجلة هو اطول نهر في العراق الاجابة صح number three which is bigger a cat or a mouse a cat ايهما اكبر القطة ام الفار وكاتبين للجواب هو القطة اجابة صح لخطأ نعم اجابة صح number four my grandma is older than my mother جدتي اكبر من امي اكيد اجابة صح فوضع صح number five my house has three bedrooms and lina's house has two bedrooms lina's house is smaller بيتي فيه ثلاث غرف وبيت لنا فيه غرفتان بيت لنا اصغر اجابة صح لو خطأ اذا اجابة اكيد صح حتى ما يخص هذا النشاط يطلب من التنميذ ان يقرأ الجمل ويكتب صح او خطأ حسب معنى الجملة غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو اي سؤال او استفسار او اضافة تحبوهم تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة منكم على الشاشة